قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله ومنها أي من العقوبات التي رتبها الله على الذنوب ومنها مكر الله بالماكر قال الله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وقال الله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أننا دمرناهم وقومهم أجمعين فالعاصي الله جل وعلا يمكر به يمكر به ويقال هو ماكر بالماكرين وهو سبحانه وتعالى يخادع من خادعه يخادعون الله وهو خادعهم وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون قال ومخادعته للمخادع كالآية التي مرت واستهزاؤه بالمستهزئ الدليل الله يستهزئ بهم ويمدهم في طهيانهم يعمهون وإزاغته لقلب الزائغ عن الحق قال الله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فهذه عقوبات عظيمة وليست بالسهلة يمكر الله بالماكرين ويخادع المخادعين ويستهزئ بالمستهزئين ويزيغ قلب الزائغين وما ظلمهم الله سبحانه وتعالى ولكن كانوا أنفسهم يظلمون قال ومنها نكس القلب حتى يرى الباطل حقا والحق باطلا والمعروف منكرا والمنكر معروفا سبحان الله القلب المنكوس المقلوب يعني ما يستوعد ولهذا الإنسان إذا اختلت قواه اختلت فكيره ورؤيته وكلامه الآن إذا أصيب بالحمة الشديدة تراه يتكلم بأشياء إذا قيل لا قل لا ما قلت السبب هو الاختلال في الصحة فإذا اختل القلب وإن تكس فتراه يرى الباطل حقا والحق باطلا والمعروف منكرا والمنكر معروفا قال صلى الله عليه وسلم تعرض القلوب نعم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا وفي رواية عودا عودا تعود فأي ما قلب فأي ما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي ما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير القلوب على قلبين أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعره معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوا والآخر أبيض والآخر أبيض كالصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض فالحفاظ على القلب وهذه مصيبة يقضى على المر في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن انظروا مثلا إلى الحيوانات التي تترك على فهل جيد وتبحث عن الأشياء المضرة هذا لاعتلال وخلل في صحتها قال رحمه الله تعالى ويرى أنه يصلح ويصد عن سبيل الله وهو يرى أنه يدعو إليها وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون وإذا تولى سعاف الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته أخذته العزة بالإثم فنسأل الله السلام والعافية ويشتر الضلالة بالهدى يعني يشترون الضلالة بالهدى ويرى أنه على الهدى ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا ويتبع هواه وهو يجعم أنه مطيع لمولاه محان الله السلام هذا قوي ويعني الحافظ ابن القيم يعني تراه إذا أبحر أتى بالعجائب رحمه الله قال وكل هذا من عقوبات الذنوب الجارية على القلوب ومنها حجاب القلب عن الرب في الدنيا والحجاب الأكبر يوم القيامة كما قال الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون قال فمنعتهم الذنوب أن يقطعوا المسافة بينهم وبين قلوبهم فيصلوا إليها فيروا ما يصلحها ويزكيها وما يفسدها ويشقيها وأن يقطعوا المسافة بين قلوبهم وبين ربهم فتصل القلوب إليه فتفوز بقربه وكرامته قال وتقر به عينا وتطيب به نفسا بل كانت الذنوب حجابا بينهم وبين قلوبهم وحجابا أني هكذا بينهم وبين قلوبهم وحجابا بينهم وبين ربهم وخالقهم إذا نفسي سقطع لا إله إلا الله أعظم حجاب وأضر حجاب هو حجاب القلب عن الرب فإذا حجب القلب عن الله منع من كل خير وانظروا إلى ربطه بين الآيتين رحمه الله ربط عجيب لو رجعت إلى بعض كتب التفاسير قد لا تجد هذه الفائدة وهذا فتح الله يفتح به على من يشاء من عباده كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون الران هذا الدخان إذا أشعل الإنسان حطبا وصعد الدخان يتراكم ذلكم السواد وكلما كثر كلما زاد كلما زاد فيغط الران على القلب فهذا هو حجابه وأيضا القلوب لها أغلفة وقالوا قلوبنا غلف عليها أغلفة وقالوا قلوبنا في أكنة عليها كنان وأيضا القلوب عليها أقفال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فهناك أكنة وهناك أغلفة وهناك ران وهناك طبع طبع الله على قلوبهم وهناك ختم ختم الله على قلوبهم والكتاب إذا ختم لا يزاد فيه ولا ينقص منه بمعنى تبقى على ذلك قال صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاث جمع طبع الله على قلبه ثلاث جمع الله جل وعلا يطبع على قلبه وقال وقال لينتهي أن أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم وليكونن من الغافلين نسأل الله السلام والعافية ما منا من أحد عنده ضمان الذنوب هي تؤثر في قلبه وهي جراحاتها وربما مات عليه قلبه وهو لا يدري لا يعرف ذلك فهذا داء خطير وإذا غلف القلب وصار مطليا بالران أو بالرين فإن صاحبه يوم القيامة يحجب عن ربه وألذ شيء هو النظر إلى وجه ربنا سبحانه وتعالى في يوم القيامة قال الله جل وعلا للذين أحسن الحسن وزيادة فسرها النبي كما في صحيح مسلم بالنظر إلى وجه الله وفي قول الله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وفي قول الله تبارك وتعالى على الأرائك ينظرون إلى وجه الله والأدلة متواترة الأحاديث متواترة فمن أراد النظر فليحافظ على قلبه من الحجب أن هذه الحجب والسحب التي تأتي وتمر وتكون على قلبه هنا قال فتصل القلوب إليه فتفوز بقربه وكرامته القلوب العبارة الأولى هذا نحن الآن في عمق الكتاب انظروا إلى الكلام كلام قوي والله أنه يهز قلوبنا هزا ماه سهل وإذا تأملت هو مأخوذ من أدلة الكتاب والصنة إن هذه القلوب جوالا فمنها ما يجول حول العرش ومنها ما يجول حول الحش الحش حمام الكنف اكرمكم الله قال ومنها ومنها المعيشة الظنك في الدنيا وفي البرزخ والعذاب في الآخرة قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى وفسرت المعيشة الظنك بعذاب القبر قال المحقق وقد صح هذا مرفوعا فرواه من حبان والبيهق في إثبات عذاب القبر عن أبي هريرة بسند حسن ولا ريب أنه من المعيشة الظنك والآية تتناول ما هو أعم منه وإن كانت نكرة في سياق الإثبات فإن عمومها من حيث المعنى فإنه سبحانه رتب المعيشة الظنك على الإعراض عن ذكره فالمعرض عنه له من ضنك المعيشة بحسب إعراضه وإن تنعم في الدنيا بأصناف النعم ففي قلبه من الوحشة والذل والحسارات التي تقطع القلوب والأماني الباطلة والعذاب الحاضر ما فيه وإن ما يواريه عنه سكر الشهوات والعشق وحب الدنيا والرياسة وإن لم ينضم إلى ذلك سكر الخمر فسكر هذه الأمور أعظم من سكر الخمر فإنه يفيق أو فإنه يفيق صاحبه ويصحو وسكر الهوى وحب الدنيا لا يصحو صاحبه إلا إذا كان صاحبه في عسكر الأموات إذن الذنوب والمعاصي هي التي تسبب ضيق القلوب الآن لو نظرت إلى الناس وصبرت أحوالهم وهكذا نفسك قبل ذلك لرأيت أنه يشتعل نيرانا والله يشتعل ويحترق القلب هو محل نظري الرب وابن القيم يقول القلب بيت الله جل جلاله حبا وتعظيما مع الإحسان فهو بيت الله هذا القلب إذا تواردت عليه الذنوب من هنا ومن هنا صار القلب متوحشا صار في وحشة إذا كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنسي هنا الظنك يكون في الدنيا ويكون في البرزخ ويكون في يوم القيامة لا يفارقه قال الله إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين قال صفيان بن عيين لا ترى مبتدعا إلا ورأيت على وجهه الذلة وإن غسل وجهه ودهن وجهه فهذه هي الذلة التي جعلها رب العالمين سبحانه وتعالى نعم هذا الحديث عن أبي هريرة سنترغيب الترهيب قال إن المؤمن في قبره لفي روضة خضراء فيرحب له قبره أو فيرحب له قبره تسع سبعون ذراعا وينور له كالقمر ليلة البدر أتدرون فيما أنزلت هذه الآية فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى قال أتدرون ما المعيشة الظنك قال الله ورسوله أعلم قال عذاب القبر في قبره والذي نفس بيده إنه يسلط عليه تسعة وتسعون تنين أتدرون ما التنين سبعون حيا لكل حية سبع رؤوس يلسعونه ويخدشونه إلى يوم القيامة رواه أبو يعلى وابن حبان في صحيح واللفظ له كلاهما من طريق دراج ابني عن أبي حجيرة قال الشيخ الألباني حسن رحمه الله إلهنا بارك الله وفيك